ماركوس وبيتر في جزيرة مع الجزيرة نستعمل حرف جرعاوف ماركوس وبيتر فليغن مت اينم فلوكتسوك ماركوس وبيتر يسافرون باستخدام الطائرة الفيل فليغن يعني طار يطير ولكن معناه في هذا السياق الصفر باستخدام الطائرة حرف جرمت دائما بلوس داتيف نستخدم مع وسائل النقل حرف جرمت ويستخدم دائما بلوس داتيف فور اين ووخ يعني لمدة اسبوع حرف جرمت هنا استعملناه للتعبير عن المدة دي ووخ وهو الاسبوع اين ووخ يعني اسبوع حرف جرمت دائما بلوس اكوزاتيف اش بلايب فور تزوى تاج سوف ابقى ليومين اش گيه فور اينو شتوند شباتسيرن سوف اذهب لمدة ساعة للتنزه اوف اينو كلاينو انزل ام نوردن در فليببينن يعني الى جزيرة صغيرة في شمال الفليبين دي انزل وهي الجزيرة نستعملوا معها حرف جرعوف اش فليج اوف اينو انزل اش بين اوف اين انزل ام نوردن يعني شمالا او في الشمال در نوردن الشمال در زيدن الجنوب در فستن الغرب ودر اوستن هو الشرق نستخدموا معها حرف جرعين بلوس داتيف ام زيدن جيبتس فيلو برغ في الجنوب يوجد العديد من الجبال ام فستن غيجنتس هيفي تمطيروا بشكل متكرر في الغرب بعض الدول في اللغة الالمانية نستعملها بادوات تعريف من بينها الفليبين دي فليببينن اسم في الجمع ولان هنا عندنا الجينيتيف دي فليببينن تصبح دير فليببينن في الجينيتيف ماكوس وبيتر فليغن مت اينم فلوكتزيج في اينو ووخة اوف اينو كلاينو انزل ام نوردن در فليببينن فليغن لان السفر بواسطة الطائرة حرف جرميت دائما مع الضاتيف ونستعمله مع وسائل النقل للتعبير عن استخدامنا لوسيلة نقل معينة في حرف جر دائما يكون بلوس اكوزاتيف عنده عدة معاني هنا استخدمنا للتعبير عن المدة حرف جر اوف نستخدمه مع الجزيرة دي انزل ام نستعملها مع الاتجاهات الاربعة يعني شمالا شرقا جنوبا وغربا لانها عندها ادات تعريف دير يعني كلها عندها ادات تعريف دير ام هي اين بلوس ديم دير تصبح ديم في الضاتيف وأخيرا دي فليببينن وهي دولة الفليبين اسم في الجامع دي انزل ليكت متن ام مير يعني الجزيرة تقع في وسط البحر متن يعني في وسط دي شطات ليكت متن ام فالد المدينة تقع في وسط الغابة ذي ستسن متن ام تسيما نجلس في وسط الغرفة ام دي انزل هيغوم جيبت اسكلاغس بلاوس فاسا هناك مياه زرقاء صافية حول الجزيرة ام هيغوم يعني حولا حول مكان شخص أو شيء ما اسجبت اين انتساون ام دي انغاتن هيغوم يوجد سياج حول الحديقة دي انغاتن هنا عندنا اكوزاتيف لأننا عندنا حرف جرؤوم دائما نستعمله بلوس اكوزاتيف ام دين تيش هيغوم شتين شتيلة يعني حول المائدة هناك كراسي كلا يعني صافي وبلاو اللو الأزرق اضفنا للصفتين اس داس فاسا هنا عندنا اكوزاتيف اس جيبت بلوس اكوزاتيف ولكن في الجملة عندنا جيبت اس لأن الفعل يجب أن يكون في الموقع الثاني ام دي انزل هيغوم جيبت اسكلاغس بلاوس فاسا حرف جرؤوم دائما يستعمله بلوس اكوزاتيف ام هيغوم يعني حول اس جيبت بلوس اكوزاتيف يعني هناك او يوجد ولكن هنا عندنا جيبت اس لأن الفعل يجب أن يكون في الموقع الثاني اضفنا للصفتين اس دي انزل هات فيل بويمة ون ويشن زند يعني الجزيرة فيها العديد من الأشجار والرمال الناعمة دي بويمة وهي الأشجار دي زند وهي الرمال weich صفة معناها ناعم das brot ist weich يعني الخبز ناعم die dicke ist weich يعني البطانية ناعمة الفعل هابن فعل بلوس اكوزاتيف الصفة weich عندها النهاية in wassa وزند استخدمناهم بدون أدوات تعريف وبدون أدوات تنكير هناك قواعد لنهاية الصفات عندما نستخدم الأسماء بدون أدوات تعريف وبدون أدوات تنكير اس جيبت اوخ فلزن دي من اعكندن كان توجد أو هناك أيضا صخور والتي يمكن للمرء استكشافها دي فلزن وهي الصخور دي تعود على فلزن يعني التي اسم موصول اعكندن فعل معناه استكشف أو استطلع فعل بلوس اكوزاتيف دي كيندر اعكندن دين فالد يستكشفون الأطفال الغابة زي اعكندت دي انزل هي تستكشف الجزيرة ماركوس وبيتر ستسن سيح اف اينو بانك انت اينم باوم يقوم ماركوس وبيتر بالجلوس على مقعد تحت شجرة دي بانك هنا معناه مقعد عند استخدام الفعل انعكاسي زي زيتسن نعبر من خلاله اننا عندنا حركة او تغيير موضع يعني يكون الشخص واقف ثم يقوم بالجلوس اذا هناك حركة ولكن عند استخدامنا للفعل زيتسن نصف فقط اين يجلس شخص او مجموعة من الاشخاص يعني ليس هناك تغيير مكان او موضع او حركة يكون الشخص جالس زيتسن اوف اينو بانك حرف جر اوف بلوس داتيف نقول فقط اين يجلسونا ايش زيتس ميش اوف اينو بانك انا اقوم بالجلوس على مقعد حرف جر اوف هنا بلوس اكوزاتيف حرف جر اونت بمعنى تحت نستعمله احيانا مع الضاتيف واحيانا اخرى مع اكوزاتيف هنا استعملنا بلوس داتيف در هوند شلفت انتا ديم تيش الكلب ينام تحت الطاولة ايرفندت زين بوخ انتا ديم زوفا يجد كتابه تحت الاريكا ايرليكت داس بوخ انتا دين شتول يضع الكتاب تحت الكرسي زي غيدن اوبا ايرن تاك يتحدثون عن يومهم غيدن اوبا تحدث عن حرف جر اوبا بلوس اكوزاتيف هنا اير تاك يعني يومهم في النوميناتف ايرن تاك في اكوزاتيف زي غيدن اوبا داس فيتا يتحدثون عن الطاقس ماذا ينبغي علينا ان نفعل اليوم هل عندك اقتراحات؟ در فورشلاك دي فورشلاك الاقتراح الاقتراحات ماذا عن الصيد بواسطة قارب؟ وهو القارب عبارة يمكنك استخدامها لتقديم اقتراحات ماذا عن صفر؟ دي غايزة وهو الصفر اينا هي اداة تنكير الاسماء المؤنثة في الضاتيف في فيغو اسمت اينام شبيل؟ ماذا عن لعبة؟ داس شبيل هي اللعبة اينام اداة تنكير الاسماء المذكرة والاسماء المحايدة في الضاتيف داس فشن وهو الصيد اتي من الفعل فشن يعني استاد يستادو دي غايزة يعني الصفر اتي من الفعل غايزن يعني صافر يصافرو داس شبيل اتي من الفعل شبيلن يعني لعبة يلعبو عدة اسماء اصلها افعال في اللغة الالمانية مثلا باون دير باو هذه العبارة يمكن ان يستخدمها شخص ما لكي يعبر انه موافق على الانضمام او المشاركة في خطة نشاط او اقتراح داس فورت شباس ماخن سوف يكون هذا ممتعان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة